السلام عليكم و نتمنى تكونوا بخير وعلى خير و في أحسن الأحوال إن شاء الله نبقوا في الوصفات سهلة و السريعة للتحليات خصوصا سوف نشارك معكم اليوم هذا الميلي تشيز كيك يأتي رائع جدا يأتي القوامهم كريمي و دادي سهلين تحضير كيفما أولفت لكم و بمقادير بسيطة لا نستعمل لكم الأجبال الغالية نستعملوا غير بيرلي او لدك جيرفي اللي يكتوفون فيهم جبن طاري اتمنى تحضيركم معي تل اخير الفيديو لا تنسوا ليش من تعليقكم و لايكاتكم و اذا لم تشتركوا في القناة اشتركوا و افعل جرس نتعلمكم مع المقادير و طريقات التحضير بالنسبة لطبقة للبيسكويت نحتاج 100 جرام البيسكويت يختاروا ما الذي أريده 50 جرام زبدة حيوانية نضوه بها و بالنسبة لطبقة للبيسكويت نتحنه جيدا يصوفها أشواغ او ليلة ما عندكم تقدروا تضربوا بلاستيكا و تضربوه بشي مبلك حتى تردوه بشي مبلك والأفضل انه يكون مطحون مزيان لا يكونوا في ذلك الطريفات كبار لكي يتقادلكم في الليمون كيف تلاحظو هنا نحصل على هذا بيسكويت الذي يكون مطحون مزيان نضيف البيسكويت لنا في بول لكي نحكم فيه مزيان و نضيف الزبدة و نخلطه حتى تجنس لعناصر هذه المقادير تصلح لكم مني تشيزكيك او لا إذا كان لديكم مول 20 سنتيمتر او 18 تقدروا في هذا المقادير يجيكم ان تشيزكيك وهو صغير نوجد المول نضيفه في الكيسيت الكويغطات انا قمت بتسعود الكويغطات ولكن ارى 7 سنتيمتر لخلط الخالط نحاول نوزع البيسكويت على الكويغطات تقريبا واحدة معلقة كبيرة نحاول نضيف كيمية لشوية زيدة لكي نطلعها شوية في الجواني لكي نعجبني انا تشيزكيك نطلع بيسكويت في الجواني لكي يجيز منظر سوف نقوم بطريقة حتى نكمل الكيمية كاملة سوف تأخذوا شيكا صغيرة او لا بحلقة دانة هسيت هذا المدلك عندي القياس تحكمت فيه حاولت اني نضغطه بزيان لكي تكون طبقة لا تكون مفرزة مهم راكم معرفين طريقة طبقة تشيزكيك ضروري ونحاول نعلي من الجوانب كيف قلت لكم يبقى اختياري لما لا تريد هذه طريقة فقط نضغط ثلاجة حتى نوجد خليط تشيزكيك سوف نحتاج ثلاثة علب جبن الطري 80 تقريبا 130 في المجموع ثلاثة بدرجة حراط سوف نحتاج ياغورت طبيعي سوف بيضة متوسطة دقيقة معلقة كبيرة بالنسبة للفانيلا سوف نضغط كيس السكر الفانيلا او لا بحل الباتات هنا ثلاثة معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة للحامض سوف نضغط السكر ونضغط الفانيلا سوف نضغط علبة الياغورت الطبيعي هنا استعملت الياغورت طبيعي بدون السكر ممكن هذا الياغورت تعوضه بالكريم لكريم فريش التي تكون علبة مهم يبقى على حسب المتوفر هنا نأخذ غير طراب اليداوي ونحاول نحرك حتى تجنس العناصر ونحاول ندوب السنيدة في الخليط غير هو الأجبان مهم الجبن الطاري والياغورت لا يكونوا باردين ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ نضيف العسير الحامض كي بكت لكم علقة كبيرة نخلطه غير نحاول هذا الخليط لا يبقى نخلطه خصوصا حتى يزيد البيض نضيف هنا معلقة كبيرة مملوئة تقريبا 15 غرام ضروري لا تغرب فوق الخليط وبالنسبة القياسات والمقادير كيف العادة نحاول في صندوق الوصف بالمعلقة مهم القياسات التي تحتاجوا سوف نحاول أن نخلطه حتى لا يبقى حبيبات كي يبقى خليط أملس هنا نضيف البيضة تهي تكون بدرجة حالة المطبخ ومنين نضيف البيض لا نحرك بزاف غير الجنس الخليط نحبز وهذا هو القوام الذي سنحصل عليه كيف تلاحظوا لا يوجد عاقد ولا يوجد سائل بزاف سوف نخرج المول من تلاجة هنا سوف نتخناء الفران على 160 درجة نشعل عليه الفوق والتحت هنا نستعمل ملعقة بحلقة غلاس لا يوجد شيء الذي سهل لكم أنكم توزعوا الخالد هنا كيف لاحظته عمرت لكيسة تحت الفوق ممكن أنكم تنقصوا قليلا وتحصلوا على السعود القطاع ونحن بحلقة أخرج لا تتخافوا الفران لا يوجد لا تصل إلى الراس تحصل قليلا ونحن تحصل الخالد هنا ندخل الفران المسخن على 160 درجة نضع اللاطا في الفران ونحن في الوسط ونحن أخذ 25 دقيقة بالضبط غير تخرجهم ولكن الجواني يكون شاد ولكن الوسط يتحرك قليلا في ثلاجة واحد ساعتين أو ثلاثة 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 وضع المهم أن الاختيار يرتاح جيدا لكي تستطيع تحصل لهم كيف تحصل لكي تكون المنظر جيدا ونحن يمكنك الاختيار أن تستطيع أي كريمة من الخصوص ونحن كوري أو كوري كوري أو كوري مملح ونحن إضافة كوري أو كوري أو كوري أو كوري أو كوري أو كوري أو كوري كوري أو كوري أو كوري أخذ عشاق كوري كوري وخصوصا هذا الصغير من يجب أخذ كوري 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 وخصوصا لنجحة من يونف المئة نتمنى أنكم تجربوها وتطبقوها وترسوية تطبيقاتكم كيف العادة في الانستغرام ديالي باش نشاركها مع الصديقات والأصدقاء ما تنسونيش دائما متعاليقكم واللايكاتكم اللي كتفرحني بزاف شكرا على أدعياتكم وعلى مشاركتكم معي الوصفات اللي كتصاوبوا إلى وصفة قديمة إن شاء الله دومتم في رعايت الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة